5 ملايين سنتيم للمتر المربع لسكنات البيع بالإيجار عدل تضاف لها 58.9 مليون سنتيم كلفة الطرق والشبكات المختلفة هي التكلفة النهائية لسكنات عدل مكتتبي 2013 على مساحة 70 متر مربع لشقة بثلاث غرف أي ما يعادل 408 مليون سنتيم هي آخر تفاصيل سكنات عدل التي تضمنها قرار وزري مشترك نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية حدد العناصر الدارجة في كيفية حساب أسعار الإنجاز وبيع مساكن عدل للمكتتبين مكتتب سكنات عدل سيستفيدون في الحساب العام للكلفة الحقيقية للسكن من تخفيض يصل إلى 100% من سعر تنزل عن قطعة الأرض العمومية كما يستفيد من 70 مليون سنتيم مساعدة مباشرة من الدولة يضمنها صندوق السكن القرار المتعلق بدفع تكليف إنجاز التهيئة الحضرية تخص فقط المكتتبين الجدد ذلك أن مكتتبي عدل بعنوان 2001 و2002 يستفيدون من مساعدة الدولة لتكفل الكل بالطرق والشبكات بنسبة 100% القرار الوزري المشترك الذي فصل في تكليف سكنات عدل أوضح أن المكتتب يستفيد من مساعدة تقدر بمليون سنتيم من كلفة المتر المربع في حين يدفع منسبته 25% من السعر المتبقي للمسكن في مدة 20 سنة بعد خصم الإعانات الممنوحة من الدولة هذا ويستفيد مكتب عدل 2013 من مساعدة مقدرة بـ 72% لإنجاز الشبكات المختلفة إلى ذلك يستفيد المكتب من مساعدة مقدرة بـ 5000 سنتيم من سعر المتر المربع هو إذن فصل نهائي في تكليف هذه السكنات التي رفعت الغبن عن المواطنين من ذوي الدخل المتوسط بإعادة إطلاقها وإنجاز الآلاف منها في انتظار تحقيق الوعود بتوزيعها لأصحابها الذين يتجوز عددهم 400 ألف مكتب